برج الحمل راح نشوف طاقتك. طاقتك راح تكون هون. طبعا اذا بس قصتكو وانت لسه مدخلين في الطاقة. فتقدر تاخد الكراءة اليك. او لاش انت يمكن عندك نقص اموال او حاليا انت بتمر نكسة عمل رحيل من العمل. احتمل انت بتحس بالوحدة لانك انت فقط شخص غالي عليك. احتمال سعى عندك وفاة اشخاص طبعا نغاشر عن جميع. لكن احتمال في وفاة شخص اثرت عليك جدا. وانت حاسس انك انت وحيد بدون هذا الشخص. والبعض منكم نقص في الاموال او خسارة في المال. انت شاف في شخص ورق متجمد جدا. واحتمال عشان الامر تقول انت متيرك في العمل فصلك من العمل. اتسلط عليك هذا الشخص وظلمك. واذا القراءة عاطفية فانت شاف الشخص هذا انه متجمد متسلط وظلمك. بالاكتر انت مظلوم في القراءة انت يعني حاسس بالظلم. خلينا نشوف. الشخص هذا احتمال يكون مرتبط في عمله. احتمال الشخص يكون متزوج وغير اتجاهه من اتجاهك انت من ناحيتك انت. احتمال هذا الشخص يكون متزوج. وارد كبير. واحتمال انك انت الشخص هذا ابعدك عن العمل. بابعدك عن العمل. اتسبب في بابعدك عن العمل. الشخص senate فحすごく انت ذكره عاطفية طبعا. الشخص هذا فحيزك انك انت متباعد جدا. اختفيد. تباعد عن طريقه. انت زعللة منه. طبعا هو بدور على فرصة تانية معاك. بس لبعض منكم هذا الشخص رح يكون مرتبط. هو بدور على فرصة يحاول يفكر او يلاقي فكرة انه يوازن بينك وبين شخص اخر. ويطلب منك فرصة اخرى. او يكون معاك بداية جديدة. من هذا الشخص متزوج متقيد. محتمال في عمله او اسرته هو متقيد فيها. واحتمال انت حاس من ناحية هذا الشخص انه هو غدره او خانك دخل طرف اخر بناتكو واحتمال يكون تدخل من طرف من طرفهم من الاسرة الاب او الام او العم او الجد شخص كبير في الاسرة. انت حاسس سبب حزنك شخص كبير من الاسرة. احتمال انت في اسرتك شخص حرمك من الميراث او اخد حقك. انت هذا احساسك لك. الفقدان الخضلان الوحدة الشعور بالألم. طب خلنا قبل ما نبلش. نحن نشوف اول اشي. المرتبطين. الاشي الشخص هذا كيف بيفكر فيك. كيف شايفك. وشان نقاط القوة فيه على النقاط الضعب. والشخص هذا مخبى عليك. يعني تخيل قلنا شو مخبى عليك. فيه للمرتبطين طبعا. هاي كراءة المرتبطين. ترون لنا الهاي بستز. يعني فيه سر مخبى الشخص هذا. فيه سر. الحمل للمرتبطين. نشوف الحمل. الشخص هذا للمرتبطين. شايفك انت شخص مستقر. هادئ. ملتزم فيه منزلات. شخص بتحب عملك. شخص بتنزر. لعائلتك. بكل استقرار. وشخص هادي وزكي. زكي جدا. ودود طبعا هادي جدا. طب خلنا نشوف شو اجاكو. كروت. هون بحكي لك. يس. تس. يور سول ميت. ان الشخص هذا. للمرتبطين. هذا آآ السلمي تبعك. آآ هون بحكي لك كمان. امنح علاقتك فرصة. اعمل على شراكتك. وهون بحكي لك في آآ 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 افيو. طيب. وهون بحكي لك اذا كنت تصدق. وهون بحكي لك. تحسين الصحة. في تحسن في صحتك. هون. اذا انت بتصدق او لا. في اشي انت. اذا بصدق او لا. هون بحكي لك اعمل على شراكتك. آآ الشخص هذا السلمي تبعك. وخلينا نشوف. الشخص هذا والاشي شايفك انك انك انت متريد جدا. انت قبل ما تاخد القرار. في العلاقة تعتكو. للمرتبطين. هو شايفك انك انت بتفكر جدا جدا وصبور. هو شايفك صبور. صبور جدا. انت فكرة تقريبا انت مستحمله هذا الشخص. استحمله جدا. آآ الشخص هذا. آآ يعني. كأنه بقيس. آآ او بستنزف في طاطة في الصبر. في طاطة في الصبر. الشخص هذا كمان. نقطة القوة في علاقتكو. هو التوازن. والعطاء. يعني متل ما انت بتعطيه هو يعطيك. ومتل ما هو ما انت بتاخد منه تعطيه. ومتل ما هو باخد منك يعطيك. فنقطة القوة في علاقتكو. انتو المرتبطين في برج الحمل. الحمل هو التوازن. هذا الاشيء اللي بيقويكو. لان انا شايف نقطة الضعف للسون. اذا اخذها آآ. هي طاقة مستنفزة من عندكو. طاقة خارجة عندكو. او بدي اخدها بشكل مقلوب. لان هي رح تكون مشكلة. نقطة الضعف. انه هي عندكو فيش بداية جديدة. او فيش روح في حياتكو. او في زواجكو. او في ارتباطكو. ما فيش اشراقة جديدة. فيش اش جديد. وكأنه روتين. عندكو روتين. لان هو شافك انك انك انت مهتم بعملك جدا. او مهتم في الاطفال او مهتم في منزلك. اه فقط مش مهتم في المشاعر. اه الشخص هذا يمكن احتمال انه بستنى فيك تعطيه. فرصة او قرار. اخرى فيه على قطبه. احتمال تكونوا انتو في بينكو اه شوية نزاعات. والشخص هذا بانتظرك تعطي قرار. وكأنك انت عندك نفس طويل لانك تعطي قرار للشخص هذا. اذا كان زوج او زوج او زوجة طبعا من الذكر والامتة. او الرجل او من امرأة. اذا كان شخص خطوبة. احتمال انه الشخص هذا. احاسس من نحيطك انك انت شخص بس عملي. وبتفكر بس بالنقود. وبتفكر بس بالاسرة او بتفكر اه بعقلانية. وانت رامل مشاعر ولك. انتو النقطة الضعاء الضعف في علاقته هي البداية الجديدة. انتو بدكوا بداية جديدة. وهون بيحكوه لك ان فرصتك تستحق انك تعمل على شركتها انك تعطيها كمان فرصة. ان الشخص هذا صلمي. واذا انت تعبان صحيا لان انت فعلا ظهر عندي في الطاقة. انت حسس بوحكة وبقلم. فهون النقطة الضعف عندكم انه فيش بداية جديدة. انتم مش معطيين فرصة لعلاقتكم انها تتصلح. لانه بسبب احساسك ان الشخص هذا خدمك. ومخبي عنك سر. وانت تتعرف شو السر هيدا. وانا كمان تعرف شو السر هيدا. خلينا نشوف الككروة الثانية. عشان نشوف الشخص هذا شو نخبي عنك. لان نقطة القوة عندكم انكم تكونوا. خلينا اشوف وشايفك ممكن انت مسيطر اكتر منه او بتحب تسيطر. وبهذا الشخص شو نخبي عنك. انت. حيث ان الشخص هذا بختعت. متغير عليك. مثلا نستنزى في طبتك. لانك عشان هيك انت بدك. صحتك ضعبانة. احتمال انك انت صبت تنهير عصبي منه. حيثك نفسية. مش شرق بس الجسدية. احتمال ان انت نفسيا تكاد ان تنهار. مستنى هذا الشخص. طب خلينا نشوف شو نخبي عنك. الشخص هذا البعض منكم كان في علاقة اخرى. وهاي العلاقة ماتت. لكن هو مخبي عنكم ان هو طلع من هاي العلاقة. احتمال الشخص هذا مخبي عنكم ان هو بلجأ للروحانيات وشخص مثلا بقرأ فنجان. عنده روحانيات عالية بقرأ افكار. الشخص هذا احتمال بخبي انه بروح لشيوخ المندل والاشياء هيك. بتعملوا مع الروحانيات والفتاح والاشياء هيك. الاساس هيك. الشخص هذا كان في علاقة وانتهتها العلاقة. هو مخبي انه انتهت علاقته. انتهت العلاقة اخرى. طرف اخر دخل. بناتكم. الشخص هذا. نقطة الضعف اللي فعلقتكو انكم بدكو بداية جديدة. بحجة جديدة لحياتكو. فرصة اخرى ترجعوا. تتوازنوا بين الاخذ والعطاء. لانه القوة في علاقتكو انه تكونوا متوازنين ماديا ومعنويا ونفسيا. لانه انت شكلك كأنك بس خلاص صار افكيرك في الاستقرار والمال فقط. مش المشاعر والشخص هذا شو بيساوي في حياتك. يا ايام. هو شافك انك انت بطيبة كأنك انت بتخطط له مثلا تكشف هذا الشخص. عمالك بتخطط له تعرف شو هو مخبي بالزبط. لكن اذا بتقول العلاقة هي ترجع من الحال انهم هون بقولوا لك اشتغل عن العلاقة هاي. ونطلق لك اذا سود معانته العلاقة هاي بتها بداية جديدة. وانك تشغل انك تحيي هاي العلاقة لان الشخص هذا هو سلميت. طيب خلينا نشوف المنفصلين. شما شاعر الشخص من ناحيتك كيف بيفكر فيك? وكيف شايفك في الماضي? وكيف شايفك? بعد الانفصال وشنوية من ناحيتك هل سوف يعود امني? طيب هون را خلينا نشوف هون بحكولك. اه في المستقبل القريب. ما اللي في رجعة. طيب هون بحكولك. استمع لروحك الداخلية. وهون خلينا نشوف الرومانس وبيحكولك كمان اه دع اصدقائك يساعدوك. طلب الدعم من الاخرين واقبل. انت بدأت مساعدة في هاي العلاقة. وكمان بحكولك ابدل المجد. الحب الكبير يستحق اتخاذ الخطوات التي نسترشدها. عشان انه انت في خطوات بالك استرشدها داخلك. اخدها. لان الشخص هذا شكله بحبه. بس خلينا نشوف. برضا عشان نتلاحك. لكن خلينا هاي هو. طيب. اول على عقلك. او عقلك مساعدة على مشاعرك. لكنك شخص متوازن جدا. شافك انك شخص طيب وحنون. لكنك تعرف تاخد قرارات صح في الوقت الصح. طب هو كيف يفكر فيك احتمال تكونوا انتو مع بعض في العمل. احتمال انتو تكونوا مع بعض في العمل. لان في الماضي كان شافك انك شخص مش عملي شخص قادر انك تحمل مسئولية. في العمل. لان الطريقة تنقف في احتمال انكو انتو تكونوا مع بعض في العمل. واللي طبعا مش في العمل مع بعض. فالشخص هذا شايفك انك انت شخص خلنا شوالي شو بفكر فيك احسن. اينا اول الشيخة اللي احنا حكينا شو تفكر فيه. وبفكرها فكرة يدفق معك يدخل معك في اتفاق. الشخص هذا دخل طرف بناتك ونزعها العلاقة. نزحها. وانت احساسك بالغادر. انت اللي في الانفصال انت احساسك انك انت مغدور جدا من الشخص هذا. وكأنه دخل طرف تالت بناتك وكان شافك في الماضي انك انت شخص صامت وتتحمل اه مسلا مصائب هذا الشخص. متحمل منه الذي لا يضعقه. وكان شافك في الماضي. انك انت شخص بتقدر تتحمل لو دخل طرف في العلاقة انت قادر تحمل اه الواجه هذا. وللبعض منكم الشخص هذا كان اذا كان كنته في العمل فهو كان شافك انك انت قادر تتحمل مسؤولية العمل لوحدك بدون مساعدته. الشخص اللي بفكر انه يدفق معيك انه اه تعمله مثلا اه عمل جماعي. والبعض منكم بفكر انه اه خليك تستطلع على الشخص الثالث اللي دخله بلادكو ويعطيك مسلا مبررات لعمله او لفعلته هاي. لكنه حاليا في الحاضر شافك كيف شافك انك انت شخص دبلوماسي عملي جدا شخص عندك طاقة رهيبة من نحية العمل وكان شغل في الماضي انت عندك طاقة لكن انت تحمل فوق ما قدرتك. لكنه حاليا شاف انه هاي مش فوق ما قدرتك. حبك للعمل او حبك للحياة هو اللي نخليك عندك طاقة. انت مش مش فيش عندك طاقة بس هو كان فاهمك غلط. هو كان يزيد عليك في كل شيء مسلا يتجاهلك مسلا خليك تنتظره لفترة طويلة يبعد عنك فجأة ويرجع فجأة. فكرك انك انت رح طالي تتحمل وتتحمل وتتحمله وتتحمله. لان هو شافك انك شخص انت عندك قدرة على تحمل المصائب او المسئوليات مسئولية العمل مسئولية الاسرة مسئولية الحب مسئولية المشاعر. هو كان شافك هاي. لكنه حاليا شافك انك انت شخص لا تقبل في القليل. اه شخص انت ذكي جدا وانت بتفهمه عالطير بدون حتى ما بدك مبررات مثلا هو قعد جاهز لك مبررات لمسلا اللي عمله فيه. لكنه شافك انك انت اه شخص ذكي وشخص انت قبل ما هو يسبقك في الكلام انت بتسبق في الكلام او في الحقيقة قبل ما ايه هو يكشف لك الحقيقة انت بتسبق كله انت فاعلت كذا بكذا انت مثلا انت دخلت رفتات انا شفتك مثلا اه مع شخص اخر. هو شافك انك انت لماح وزكي جدا وشافك انك انت شخص جدي وعملي ونوري جدا وشخص حقيقي بتحب عملك وانت تفني نفسك لعملك لمن حبك لعملك مش لانك انت بتحمل فوق مسؤوليتك. هيك هو بفكر انه يعمل معك مش لانه هو شافك طاقة رهيبة يعني انت شخص فنان شافك شخص فنان عندك حس الفن هو بفكر انه انتو يمكن اشخاص حرفيين. ممكن ان انتو في العمل مع بعض في الرسم في الفن أيام. تمال هذا الشخص يارد عليك، فهون بيقلولك استشير اصدقائكم وتقبل رأيهم. هدو بينكو شخص هذا تدخل الطرف من اصدقاء مشتركين عشان يتم الصلح بناتكو. او مسلا يعمل انه بده في العمل انت وصديقك مع بعض ويبعد صديقك حتى يحكي لك انك ارجع العمل عشان احنا ننضم نعمل مجموعة واحدة والشخص هذا من ضمن من ضمن هاي المجموعة. احتمال انتم احتمال انتم تشاغلوا في لوحات فنية ديكورات في المنزل ديكورات منزلية ديكورات او تشتغلوا مع بعض في الدعايات تعملوا ديكورات للدعايات او اعلانات ديزاين اعلانات ممكن ان هو شافك انك انت عندك دكاء رهيب وشافك انك انت عندك كل يوم اش جديد عندك كل يوم اش جديد وعندك حس فني في موضوع مسلا الدكورات الاعلانات البناء الهندسة او انتم اشخاص يعني عندكم مسلا اجتماعات دائمة مع بعض انت بتعطي نصائح جميلة او تعطي قرارات اه ذكية جدا ومستغربك الشخصتك انك انت عندك اه حلول ذكية جدا. طيب الشخص ده شنه هو اياه؟ هل سيعود؟ هو عن بقوله لك في الاسابيع القليق او في المستقبل القريب بس انا شايف يعني الشخص ده اول اشي نواياه انه يحزن على الخسارات والخسارات هو حاسس نفسا لخسرك للاخر عشان هيك هو بتفق هو احد اصدقائك انه يدخل بناتك ويرجعك للعمل يمكن الشخص هذا مديرك في العمل يمكن اكبر منك في السنة. فهذا الشخص نواياه. نمس الكرتين تخيله. الشخص هذا بدي يلمي الجسات المسكوبة عن طريقه لقصدقائك. الشخص هذا بفكر يدخل صلحة بناتكو. عن طريق حدا بيعرفك انت اصدقائك اقارب شخص تالت بناتكو. الشخص هذا بفكر صلحك. لكن الصلحة رح تكون واقفة عليك انت. الشخص هذا يدخل للاصدقائك يرفع القبيات اللي بسببها انت يعني آلمك. شخص هذا يدخل طرف تالت بناتكو عشان يسلحكوا مع بعض. هم بلو لك استشيلوا الاصدقائك مش غلط. وكبر وتقبل رأيهم. مش غلط. وانه الحب الحقيقي يستحق انك انت مثلا تغفر تسامح تسترشد نفسك هل يصح او لا يصح. وان قلو لك اسمع لي روحك الداخلية. لازم تسمع للروحك الداخلية تسترشد نفسك ان الحب الحقيقي يستحق. الشخص هذا بحبك شايفك انك عمل شاطر فنان ومبدع. الشخص هذا هل ديود احتمال في المستقبل القريب لما يبعد هذا الشخص يشوف هل راح تتم الصلحة او لا. طيب. خلينا نشوف الصحة يا برج الحمان. قبل اشي انت صحتك منيحة. جسديا انت صحتك منيحة. لكن نفسيا لا. انت نفسيا مشتط مشوش. وكأنه يمكن هالقصة مؤثرة فيك جدا حزين. وانت حاطت نفسك في دائرة الكلام. او بتسمع كلام كتير. او انت مثلا الناس بواجهولك كلام بجرحك. الشخص هذا واجهلك مثلا كلام بجرحك. تمال كسرتك انت مرتبط وكأن الشخص هذا غدرك وصرت حزين نفسيا وملكبت. وكأنك انت بدك اصلاح تأهيل نفسيا من اول وجديد. انت مشتط مش عارف تبلش في احلامك مش عارف تبلش في عملك مش عارف تاخد قرارات صح بسبب انه انت زي شويك كأن العالم كلها عاجت عليك. كأنه يعني لكل غدرك او خانك او. او انت ما كنت اشتاهم اشو فجأة صفيت على. صدع كبوس. مكشفة حقائق قدامك. كنت شايف نفسك انك انت محاط بهالة عشان ما تشوفش حقيقة اشخاص وفجأة اشخاص صاروا يمكشفون لك. فانت مش تعبين جسديا انت تعبين نفسيا. عندك اكتئاب. انت عندك اكتئاب. عندك اكتئاب الجسديا. هان بحكولك استوب. تلك. تلك. قولك هون توقف عن الكلام. واسمع. بضلش تحكي. واسمع. شكلك انت بتحكي كتير. طيب هون هشوفك كمان كاب. انا شكلك تعبيني يا برج الحمل. صحتكم نيحة. لكن انتو مشوشين وعنكم كآبة وحالة نفسية شوي مدمرة. انتو حسي نفسكو في هالة مش مبسطين منها. كأنكم حاسين بانو في سياج حواليكو. انتو مش قادرين تفكو نفسكم منها. نهائيا. طيب وهنا احنا حكينا انو في صحتك راح تتحسن يا برج الحمل. وهن نفس الاشي ويقول لك ان اه اختيارات صحية اتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية. وهن نقول لك لازم تحب ذاتك. وتختار صح. ولازم تكون اختيارتك صحيحة وصحية. عشان هيك انت لازم يعاني بما معناه انك تحب نفسك. مما انت نفسيا تعبين. مش جسديين. انت حاست نفسك انك انت بتلف نفس الدائرة ونفس الناس بتكرر حواليك. وكنك مصدوب في الناس انك كشفت انت عن وجوههم من جديد. احتمال انك انت تكون حاسس ان الناس الهالة او الطاقة السلبية محاولتك بسبب الاخرين مش بسببك انت. كنا عكسين الحظ السيء عليك. طيب عمليا انا شايف ان عملكو راح يكون في المرات القادمة او في اه لا قدام شوي راح يكون عندكو عمل من الماضي. من شخص انتو كنتو تشتغلوا معايا احتمال هذا الشخص يكون للمنفصلين. انكو كنتو تشتغلوا معايا ورح ترجعوا تشتغلوا معايا في الماضي. لكنه اعادة ماضي في العمل. اعادة في الماضي ومحاسرة في الماضي وازا في حد اخد منكو مبلغ مال راح يردلكو يعني. اذا انتو كنتو تشتغلوا يمكن في البناء في العمل في اه في المنازل. الترتيب اثاة مثلا انتو راح ترجعوا لعملكو في هذا المجال. احتمال للبعض منكو انتو في عمل مجال تجميلي. وراح نعرض عليكو فرصة من شخص مجاله في المراكز التجميل. الا البعض منكو راح يكون عمله في الاستشفاء يكون طبيب نفسي. احتمال انتو تتوجهوا لطبيب نفسي وترجعوا لعملكو بعد بعد ما ترجعوا ما تتوجهوا لطبيب نفسي. راح ترجعوا لعملكو القديم اللي اغسرتوه بسبب زعالك ودعبكو وكبتكو. احتمال للبعض منكو بتشتغلوا في عمل الفن الصوتي الغنائي يعني. وراح ينعرض عليكو فرصة او راح تقدموا في الغناء. للبعض منكو راح يكون حد يعرض عليه عمل في الازياء في الموضة في الازياء في الملابس تناسق الالوان او طيب. طيب خلينا احكي لكم الابراج. برج الحمان. طيب. وهو البرج السرطاني. طيب معنا. برج التلب. برج الحوت والعقرب. برج الاسد. برج الميزان. برج العقرب. وبرج السرطان. اشوفها الهوائية والمائية. يعني مثلا الاسد والطور والنسل او السقر. بدين على العقرب والعدراء. طيب. طيب. ان طاقات هوائية. مائية. ترابية. كل الطاقات موجودة. اللي تغيق اكتر اشي على القراءة. اللي هي الترابية. فان شاء الله تكون القراءة عجبتك يا برج الحمان. احكول قصتكو هل انت عجاد مخدولين وتعبنين نفسيا. من الاشخاص. اتمنى انه في طاقة انتو شايفينها سلبية في حياتكو. طاقة حسد او غيره او طاقة خليتكم تجمدين في الحياة. مش قادرين تتحركوا. وان شاء الله بتمنى انكم تطلعوا من هاي الحالة في تقدم. لكن بس. تطلع من حالة الاكتئاب اللي انتو فيها. وفي اشخاص رح يرجعون لهم. اي شخص من الماضي لكن بعد تدخل طرف من الاصدقاء من العائلة من اي حد. اي بدت معنا تكون القراءة عجبتكو لها سباحة ازا كنت جديد معنا في القناة.